انا لو واحد دلوقتي بشجع ندية وعندي كم النجوم ده وكم الاسماء اللي موجودة دي ده انا يجيلي اهرى قهر اتكير كده يعني اتكير والله بجد يعني اللي كنفعون ويمكن ناس كديرة جدا بتتكلم هارد لك وانا كان حتى فيه مداخلة مع احد يعني المداخلات في المملكة السعودية وانا بخلص المكالمة اتقال لي هارد لك قلت له لأ كانه استاذ فيصل الجيفن بتكلم معه لطوله على فكرة ما تقول ليش بعد المباررة نتقابل وتمنى ان هو يحصل مداخلة ما بينه وبينه لان كان فعلا السيقة كانت زايدة اه ممكن تسك في فرقتك وتسك في امكانياتك وامكانيات لعبتك بس ما توصلش لكده يعني حتى فيه بعض الاعلاميين برضو من حوالي شهر ولا حوالي عشرين يوم قال لك انا لو النادي الاهلي كسب اتحاد جدة او الاتحاد السعودي انا هعلن اعتزاله هو استاذ انا عايز بس استاذ عدنان جستني استاذ عدنان من الاعلاميين الكبار ومن الاعلاميين السعودين المحترمين اللي بنعتز بهم يعني وماشاء الله التصريح بتاعه ده يعني انتشر بشكل كبير جد طب هل حدك هتعلن اعتزالك ولا ايه بالزبط شفت دايما قبل ما تاخد قرار او قبل ما تبتدي تفكر ان انت هتكسب الاهلي فكر قبليها بحوالي مثلا يعني بمدة كبيرة ما تستعجلش في القرار لان النادي الاهلي في ثانية بتقلب شخصية النادي الاهلي بتظهر في ظل الازمات شخصية لعبة النادي الاهلي بتظهر في الوقت اللي فعلا اللي النادي الاهلي فعلا محتاجه النهاردة مباراة يعني كانت كفيلة ان ممكن على فكرة يعني طبعا انت بتلعبوا صاد فريق كبير كانت نوارد النهاردة ممكن النادي الاتحاد يكسب على فكرة كانت معظم اللعيبة دي يعني خلاص يعني خلاص بيبقى بالسقن عدمت ما بين جمهور النادي الاهلي وحتى ما بين مجلس الادارة والجهاز الفني وما بين الجمهور والجهاز الفني واللعيبة لا النهاردة اللعيبة دي انقذت الهيبة بتاعت النادي الاهلي انقذت الاحترام المنافس للنادي الاهلي انه فعلا في الفترة الاخيرة كان فيه تقليل جدا من اسم النادي الاهلي النادي الاهلي كبير يا جماعة النادي الاهلي اسم كبير جدا والنادي الاهلي دايما لو على مدار تاريخه لو بصيت هتلاقي في أصعب المواقف النادي الاهلي بيصح يعني الناس كلها بتتوقع النادي الاهلي خلاص وقع في ثانية في ثانية النادي الاهلي بيعرف في يرجع تاني في ثانية اللعبة دي بتقدر تتحمل المسئولية خصوصا كمان ان هم تحطوا ده احتضغط هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي ليه حق جمهور النادي الاهلي يفرح ويفرح بلعبته ويمكن حتى أو أستاذ وليد الفراج برضو كانت تصريحاته برضو كانت غريبة في الفترة الأخيرة برضو على على النادي الأهلي ناخر تصريحات كثيرة جدا كانت نازلة بس أنا منتظر بس أشوف التصريح بتاعه